موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله والأخوان وبياكم ما زلنا نستكمل تكملة لحد موضوع من حلق الموضوع إضافة إلى من حلق الموضوع اليوم إن شاء الله بإذن الله نتكلم عن موضوع مهم وهو تكملة فيديو الموضوع الحلقة اللي فاتت وهو إنه كيف تتعامل وتعمل management مع السوفتير بقول لك بكل بساطة نحن المرة الأولى أتعاملنا عن طريقة terminal أو عن طريق command line interface لكن عندك GUI أو GUI يعني Graphic User Interface قادرة إنه تعمل لك management ودي عبارة عن tools تعمل لك management للسوفتوير فنفس الكلام اللي متواقد في الويندوز اللي هو عبارة عن الـ شوفت؟ إنك تضيف وتحدث برنامج فنفس الكلام متواقد في كل أنظمة تشغيل لينكس في الواقهات الـ بما أنه نحن مغطيين منهج البونتو فنحن بنتكلم حول الـ software management tools الخاصة بالـ نبدأ على بركة الله لو رحت عند الـ Start menu أو المنو دي الباردة فعندي قل لك Ubuntu Software Center ولو فتحت Ubuntu Software Center ده عبارة عن أشبه بالـ يعني عبارة عن سوق في الماركت ده نفس فكرة الـ Google Play أو الـ App Store فهو أخذ نفس الفكرة ونفس المبدأ في منه free وخلينا أقول لك معظمه free وفي منه المدفوع يعني في ناس developers بيطوروا مجموعة من الأبس أو الـ applications ويرفعوها على Ubuntu Store حتى الناس تتمكن أنه تشتريها فعندك إذا بتلاحظ هنا في أشياء مدفوعة وفي أشياء free شفت ومهيش ديك المبالغ الكبيرة يعني فهو إذا بتلاحظ هنا مقسوم على شكل categories عندك عندك البوكس and magazines developer tools education fonts game graphic internet office team systems sound and video إلخ يعني سترة سترة تمام؟ عندك مجموعة كبيرة انت لو فتحت المينيو دي انت الان واقع في تبويب الالد software لو فتحت التلاب ده هنا اي برنامج بيطلع عليه الشعار ده معناه انه provided by abonto شفت كيف يعني مسؤولة بشكل مباشر شركة ابونتو عليه او نظام تشغيل ابونتو عليه شف او ابونتو developers team هنا للناس اللي هم عبارة عن البارتنرس برضو دون البارتنرس ما عندهم مش حق او امكانية انه يصنعوا سوفتوير الا باشراف وقوانين ابونتو هنا المدفوعة اي برامج مدفوعة بس هنا يقصد بالمدفوعة ما هيش مشرفة او مشرف عليها بشكل مباشر من قبل ابونتو شوف كيف هنا اللي هي عبارة عن يعني برامج يعني برامج حرة او يعني ناس مطورين يطوروها يعني عادي لو رحت كمان عند الانستولد كمان هو واضح من اسمه كانستولد فهو بيرويلي البرامج اللي قدي او ريدي اكزيست اللي قدي او ريدي انستولد على الكمبيوتر فنفس الكلام مقسوم على شكل ايش كتجريز او فئات فانا مثلا رحت على الجيمس فدي الجيمس اللي عندي على سبيل متال اخدت السوليتير لو رحت على مور انفو بيطلع لي معلومات عليها مع نبضة بسيطة او صورة بسيطة فالستاتوس حقه ايش انستولد عشان تعمل لي ريموف ممكن من هنا تريموف تشيل البرنامج وتعمل باك وترجع تريموف من هنا شفت الفكرة فهو مقسوم الى شكل كاتجوريز عندك تولز اللي عندك شفت عندك الانترنت كروم ممكن تشيله بسيطة بشير تمام كاتجوريز فئات ونفس الكلام لو فكيت الانستولد فهو مقسوم الى نفس الفئات او الكاتجوري لو رحت الهيستوري بالهيستوري هنا بلويلي كل التغييرات الحاصلة وهنا يقصد بالتغييرات الحاصلة اللي هو عبارة عن الانستولد الاشياء اللي حصل لي عملياتش تحميل ولكن على شكل فئات او او المندي خمسة اكتوبر شف ثلاثين ستمبر اوغاست شفت فهم مقسوم الى شكل فئات طيب هنا بالنسبة لموضوع الانستوليشنس فنفس الفكرة هنا الاشياء اللي حصلها عمليات الحدف لكن هنا الاشياء اللي تحتاج الى update تمام نفس الشي فانت بكل بساطة لما محتاج تمحك على برنامج ايش بتعمل انا على سبيل المثال انا محتاج ادور برنامج جي بارتيد على سبيل المثال دا البرنامج دا البرنامج والضبط هادهو دا فري فري يعني ابليكيشن فده مخصص انه يعمل لي مناجمنت او تقسيم للبرتيشنس من جرافيك انترفيس شفت فتنقر عليه تقول له on install طبعا هنا دا بتلاحظ قال لك top rating او على ال name او على يعني newest اقدد شيء او حاق ازا كده فا categories منتش يطلع لك في المرتبة الاولى فانا قل له on install فبيطلب باسورد تبع الroot حتى يعمل ايش gradential لانه مش من حق اليوزر عادي on install فشفت اش صار عمل on install فنجي الى هنا مثلا كمال نعمل on install نعمل فهي خلاص من الاستول الاولى قعل الاستول الثاني فعندك more info دي المور انفو تقدر تعطيلك لمحة او نظرة سريعة حول الapplication حتى تقدر تتعامل معه تمام كده فلو رحت انت الان عند البروغرس فاشوف بيرويلك فده ما زال في مرحلة الويتنج عشان كده انا ممكن اضغط هنا وكنسل فهو كاتب لك ويتنج ليش؟ لانه هنا applying change فلو رحت للهيستوري بيدخلي من ضمن الانستولد تمام؟ بس نستنيه يخلص فاذا قللك اتنين هنا application قاعد يحصل لهم عمليات ايش؟ download او an installation انا الان لو رحت على الهيستوري على سبيل الميتال وراحت an installation فاشوف today شوف ايش طل علي هنا جي بارتيد ولا لا شوف وده البرنامج اللي انا نستيبه حاليا الوقت الحالي شوف الوقت كم؟ اوكي فنروح على الان software لو رحت على install فبشوف فهو بيدخل من ضمن من؟ فهو طبيعي بيدخلي من ضمن development tools لا مش development tools طلعا فا ممكن يدخلي من ضمن تبويب انفرز اكسس مو مش اوكي عندي دي اسكيتوليتيز ممكن يدخل من ضمن الاكسسوريز نشوف بس لا مش متواقن فانت ممكن تكتب حتى اسمه عشان توصل عليه جي بارتيد شوفت من ضمن teams تمام؟ فممكن ترموف عليه من هنا تسوي له عمليات حدف عشان ترموف السوفتوير دي كانت عبارة عن فقرة سريعة تتكلم حول كيف تتعامل مع الابونتو سوفتوير سنتر يعني حتى لو عملنا الرر مثلا برنامج الوين الرر فشفت؟ انا اخذت الان برنامج الرر ممكن اعمل له install شفت؟ انت مزود بكمية كبيرة من البرامج مجانية شفتو طلع كيف عندك هنا تمام؟ وهذا الفريق ما بين مايكروسوفت ويعني وما بين الابونتو فمفهوم الماركت هنا متواقد يعني مفهوم السوق ومفهوم جميل جدا صراحة يعني كل شي اللي تحبوه هادي كانت عبارة عن فقرة سريعة كيف تتعامل مع الابونتو سوفتوير سنتر الى هنا كان معكم اخوكم والاعصام شكركم على حسن استماع وطيب الله ووقاتكم شكرا جزيلا شكرا شكرا